بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قناة والأبسط التعليمية ترحب بكم في تبسيط علم الفيزياء للمرحلة الثانوية بنظاميه الفصلي والمقررات المستوى الثاني فيزياء واحد سنناقش في الحلقة الرابعة من سلسلة شرح الفصل الخامس فيزياء واحد القوة في بعدين إيجاد المحصلة بيانيا وهذا والترميز الخاص بالحلقة ماذا نقصد بإيجاد المحصلة بيانيا وللتذكير جميع الحلقات الآن تتحدث عن علاقة رياضية وهي إيجاد المحصلة ماذا نقصد بإيجاد المحصلة بيانيا يعني أني سأجد قيمة المحصلة واتجاهها لأنها قيمة متجهة بالأدوات الهندسية عن طريق الرسم لشرح هذه الطريقة سأبدأ بمثال مباشرة أحسب مقدار واتجاه المحصلة R للقوة المؤثرة على الميزان الموضح بيانيا عندي كم قوة؟ عندي القوة F1 75 نيوتن وزاويتها 27 درجة وعندنا F2 150 نيوتن وزاويتها 0 لأنها تماما مع الأفقي وعندي F3 75 نيوتن وزاويتها 27 درجة إذن حكتب المعطيات F1 75 F3 75 F2 150 والزاوية رقم 1 27 درجة والزاوية رقم 3 أيضا 37 درجة والزاوية رقم 2 0 فلا مكتبها أول خطوة لإيجاد المحصلة بيانيا مقدار واتجاه المحصلة اختيار مقياس رسم مناسب لرسم هذه القوة فنعندي مقدار قوة 75 و 155 و 75 فلو اخترت مقياس الرسم 10 يعني حكسم على 10 سيكون هذا طوله 7.5 سنتيمتر وهذا 15 سنتيمتر وهذا 7.5 سنتيمتر إذن هذا هو اختيار مقياس الرسم لكن طول 15 سنتيمتر طول كبير جدا عليس أختار أنا مقياس الرسم ليكون 25 نيوتن لكل 1 سنتيمتر بمعنى أن هذا حكسم على 25 وهذا على 25 وهذا على 25 وهذا على 25 فهتكون القوة كالتالي F1 هيكون طوله 3 سنتيمتر وF2 6 سنتيمتر وF3 3 سنتيمتر الخطوة الثانية بعد اختيار مقياس الرسم وإيجاد أطوال الكمية المتجهة بالسنتيمتر هي أني أحدد نقطة البداية ثم أبدأ أرسم القوة كما هي يعني هذا الآن F1 مقدارها 3 سنتيمتر والزاوية التي تعملها مع الأفقي 27 درجة F2 أرسمها من رأس F1 طبعا أفقيا زاويتها صفر وطولها كم؟ 6 سنتيمتر وF3 إذن ستكون إلى أسفل من رأس F2 حرسم F3 بزاوية مقدارها كم؟ 27 درجة إذن F3 ستكون كالتالي الآن رسمت القوة كلي عليها الآن إيجاد وحساب المحصلة المحصلة ترسمها من نقطة البداية لنقطة النهاية طولها هو مقدارها والزاوية التي تعملها مع الأفقي هي اتجاهها فحرسم المحصلة كالتالي كلي عليها استخدم المصطر الآن لقياس طول المحصلة ألاقيها حوالي 11.3 سنتيمتر فرحكت بأنه FR المحصلة تدين 11.3 سنتيمتر والآن يبغالي أحولها إلى نيوتن بضربها في 25 لأن مقاس الرسم 25 سأجد بأن المحصلة 282 نيوتن ونصف ثم المطلوب مني أن أجد اتجاه المحصلة سأجد بأن المحصلة أفقيا تماما وبما أن المحصلة أفقيا تماما إذن الزاوية لهذه المحصلة تساوي صفر إذن المحصلة 282 نيوتن ونصف في اتجاه الشرق تماما للتذكير بأن الهدف من إيجاد المحصلة هو استبدال جميع القوة بقوة واحدة بمعنى أن هذه الثلاثة القوة التي كانت مرسومة على الميزان سنستبدلها كلها بقوة واحدة إذن سأزيل الثلاثة القوة الآن وأضع بدالهم قوة واحدة التي هي R المحصلة كالتالي مقدار 282 نيوتن في اتجاه الشرق من السابق أستطيع استنتاج خطوات إيجاد المحصلة بيانيا كالتالي واحد اختيار من قياس مناسب للرسم الثاني تحديد نقطة البداية اللي هي النقطة اللي اخترناها ثم رسم القوة الأولى حسب طولها بالسنتيمتر وحسب زاويتها أرسمها بالنقل الزاوية ثم رسم القوة الثانية من نهاية القوة الأولى وذلك حسب طولها أيضا بالسنتيمتر وحسب زاويتها ثم رقم أربعة كرر الخطوة ثلاثة ارسم القوة رقم ثلاثة من رأس القوة رقم اثنين أو نهاية القوة رقم اثنين بنفس الطول والزاوية وهكذا إلى أن تنتهي من جميع القوة ثم ارسم المحصلة برسم خط مستقيم من نقطة البداية إلى نقطة النهاية ثم قم بقياس طول المحصلة بالمسطرة ثم ضربها في مقياس الرسم لإيجاد طولها الحقيقي ثم استخدم المنقلة لقياس زاوية المحصلة مع الخط الأفقي لتجد اتجاه المحصلة تحقق من فهمك أحسن مقدار واتجاه المحصلة R للقوة المؤثرة على الشجرة الموضحة بيانية طبعا عندي القوة عندي قوتين F1 لقوة الحصام مقدارة 500 نيوتن وزاويتها 30 درجة مع الأفقي وعندي F200 نيوتن للرجل وهي أفقيا تمام إذن علي الخطوة رقم واحد اختيار مقياس رسم مناسب فأنا سأختار 1 سنتيمتر لكل 50 نيوتن عليه F1 حكسمها على 50 وحكسم 100 نيوتن على 50 أيضا فهتكون F1 مقدارها 10 سنتيمتر وF2 مقدارها 2 سنتيمتر أحدد نقطة البداية أرسم F1 بطول 10 سنتيمتر وزاوية مقدارها 30 درجة مع الأفقي بالمنقلة هتكون هذه عندي F1 ثم من رأس F1 أروح أرسم F2 بالطول المطلوب اللي هو 2 سنتيمتر كالتالي انتهينا من جميع القوة الآن أوجد المحصلة بأن أوصل من نقطة البداية لنقطة النهاية كالتالي إذن هذه هي F المحصلة كيف أوجد مقدارها بالمسطرة أضع المسطرة عليها لأقيس طولها ألاقي بأن R تساوي 11.7 سنتيمتر كيف أرجعها إلى نيوتن أضربها في مقياس الرسم اللي هي فيه 50 هتطلع لي R المحصلة تساوي 585 نيوتن كيف أوجد اتجاه المحصلة أقيس بالمنقلة اتجاهها أو ميلانها مع الخط الأفقي كالتالي أرسم خط أفقي أضع المنقلة أقيس ألاقي بأن الزاوية ثئتة تعطينا 25 درجة ما سيتم شرحه في الحلقة القادمة بشات الله سنحل المسائل من واحد واثنين وشكرا لكم نشكر لكم دعمنا عن طريق ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة مع من تحبون ونعمل متابعتنا على حسابنا في التويتر وقناتنا في التليجرام وسنسعد باستقبال مراسلاتكم استفساراتكم واقتراحاتكم وشكرا لكم اشتركوا في القناة